لكن في البداية خالص التعازي في وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت ولاعب منتخب مصر أحمد رفعت لبعد وفاته أثر في الجميع أحمد رفعت واحد من اللعيبة على مستوى الشخصي أنا كنت بحبهم جدا وكنت بستمتع بلعبه واحد من اللعيبة اللي عمرنا ما سمعنا ليه مشكلة في الملعب أخلاقياته كانت على أعلى مستوى سواء مع الجهزة الفنية اللعب معها سواء أيضا مع الحكام مع زملائه كمان في قطاع النشئين وبالمناسبة أحمد رفعت واحد من اللعيبة اللي ابتدوا في قطاع النشئين في النادي الأهلي وبعد كده انتقل لنادي إمبي وكان الكابتن إمام محمدين واحد من الناس اللي هو يعني كان يبصمة كبيرة على أحمد رفعت رحمة الله عليه